السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد اتمنى تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا معايا الفيديو ده اللي هنشوف من خلاله مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لسه مشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة ويريد كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف الادوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها هنا هنشوف مع بعض عندنا اداة للمطبخ تقدر ان انت تخسلي من خلالها الخضار او الفكهة وتقدري كمان تستخدميها كمصفة وتصفي من خلالها اي حاجة انت بتخسليها فيها زي ما هو ظاهر كده قدامك من خلال الفيديو وطبعا طريقة استخدمها بتكون سهلة جدا وهنا هنشوف مع بعض عندنا بسكت للغسيل تقدر ان انت تثبتيه على الجدار او جنب الغسالة وطريقة تثبيته بتكون سهلة جدا تقدر ان انت تحط فيه كل الهدوم اللي بتبقى محتاجة تتغسل عندك بعد كده هنشوف مع بعض عندنا هراسة للطوم طبعا تقدر ان انت تهرسي بيها الطوم بطريقة سهلة وبسيطة جدا زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو وطبعا هي مصنوعة من الفلاز المقاوم للصدى وهنا هنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي بيساعدنا على صنع المكارونة بمختلف اشكالها وطبعا طريقة استخدامه سهلة جدا وبييجي متوفر معاك كذا شكل تقدر ان انت تعملي اي شكل من اشكال المكارونة اللي انت عاوزها هنا عندنا التواصل الصغيرة دي تقدر ان انت تعملي فيها الطاشة او تقدر ان انت مثلا تقلي فيها بضاية واحدة يعني هي بيكون لها كذا طريقة في الاستخدام وهنا عندنا منظم للكبايات الورق طبعا تقدر ان انت تثبتيه جنب التلاجة او على الجدار وغير كده طريقة استخدامه سهلة جدا بعد كده عندنا منظم للحمام تقدر ان انت تثبتيه على جدار الحمام بكل سهولة وتنظم عليه فرش الاسنان ومعجون الاسنان بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من القطع اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك على مصفة حوض المطبخ وبعد كده تقدر تلمي كل بواي الاكل والاوساخ اللي تصفت عندك في حوض المطبخ بكل سهولة بعد كده عندنا منظم للحمام تقدر ان انت تثبتيه على جدار الحمام بكل سهولة وتنظم عليه فرش الاسنان ومعجون الاسنان دلوقتي هنشوف مع بعض عندنا منظم بيجي عبارة عن اربع رفوف تقدر ان انت تثبتيه عندك في الصغلة او في المطبخ وتنظمي به الاجهزة الصغيرة او مختلف الحاجات اللي بتكون عندك في البيت وغير كده هو بيكون مزود بعجلات بحيث ان انت تقدر ان انت يتحركيه بكل سهولة بعد كده هنشوف عندنا المصفة الكبيرة دي او المغرفة اللي تقدر ان انت تستخدميها بكذا طريقة مختلفة وحجمها بيكون كبير بيساعدك ان انت تصفي مختلف الاكلات اللي انت بتعمليها زي الخضار المسلوق او المكارونة او اي اكلات تانية بتحتاج ان ان انت تصفيها بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم لتغزين وتنظيم البيت بيجي عبارة عن رفين وبياخد معاك تقريبا حوالي 15 بيضة تقدر ان انت تنظميه جوه التلاجة او برا التلاجة واهم حاجة في المنظم ده انه حجمه بيكون صغير يعني مش بياخد مساحة عندك خالص جوه التلاجة هنا بقى عندنا منظم ومصفة للزيت يعني لو انت عندك زيت استخدمتي قبل كده تقدر ان انت تصفيه باستخدام المصفة دي بحيث ان كل بواق الاكل اللي بتبقى موجودة في الزيت ده هتتصفى والزيت هيفضل عندك نضيف عشان تقدر يتستخدميه مرة تانية وهنا هنشوف مع بعض عندنا اداة تقدر ان انت من خلالها تسني مختلف احجام استكاكين اول ما قص هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للمطبخ تقدر ان انت تتحكمي بالحجم بتاعه بحيث ان هو يتناسب مع حجم حود المطبخ عندك وبعد كده هتقدر ان انت تنظمي دي ادوات تنظيف المواعين زي الليفة والسلكة او فوتوة المطبخ وهنا عندنا شكل مختلف من اشكال منظمات المطبخ اللي نقدر ان احنا ننظم عليها الزيوت او السوسات او التوابل او مختلف ادوات ولوازم المطبخ اللي بتبقى موجودة عندك وهنا هنشوف مع بعض عندنا القطعة اللي بتساعدنا ان احنا نثبت المشترك او جهاز الانترنت او اي حاجة احنا عاوزينها في اي مكان عندنا في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا زي ما احنا شايفين كده من خلال الفيديو بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا صبانة على شكل ورقة شجر تقدر ان انت تثبتيها على الحودة عندك وتقدر يتنظم عليها السطبون اللي انت بتستخدميه او تقدر يتثبتي عليها لوازم تنظيف المواعين بعد كده عندنا منظم عبارة عن اربع رفوف المنظم ده تقدر ان انت تنظميه جواد لاب المطبخ او برا الدولاب وتنظم علي التصاط او الحلل او الاطباء الكبيرة او الثواني يعني تقدر ان انت تستخدميه بكذا طريقة مختلفة وهنا معنا اداة التنظيف او الفرشة اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك على الحود وتنظفي بيها مختلف احجام الكوبيات بكل سهولة وتقدر ان انت تحصلي من خلالها على افضل نتائج التنظيف زي ما هو ظاهر قدامك كده دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده تعالي بقى نشوف مع بعض عندنا مجموعة من ادوات حفز اكياس البوكاليات او التوابل وزي ما انت شايفا كده معيه تقدر ان انت تستخدمي من خلالها اكياس التوابل او البوكاليات دي بطريقة سهلة ومناسبة جدا وهنا معينا ممسحة مميزة جدا طبعا الممسحة دي تقدر ان انت تحصلي منها كل المياه والاوساخ اللي بتبقى موجودة عليها وبعد كده ترجع ان انت تضافي بيها مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك واكتر حاجة مميزة في الممسحة دي انها عندها قدرة عالية على انتصاص السوائل وهنا هنشوف مع بعض عندنا جهاز التسخين وهو هيعتبر مكتبي يعني تقدر ان انت تستخدميه في الشغل او على المكتب وقت الدراسة بحيث ان المشروبات بتاعتك تفضل سخنة بعد كده عندنا منظم للتوابل والمنظم ده بيحتوي على اربع برتمانات كل برتمان منه بييجي معايا المعباقة الخاصة بيه تقدر ان انت تنظمي بيه الملح او الفلفل الاسود او الشطة او مختلف التوابل اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا الممسحة الجميلة دي وهي طبعا بييجي معاها الجردل الخاص بيها اللي بيساعدك ان انت تنظفيها وتعصريها من كل المية ومن كل سوائل التنظيف اللي بتكون عليها وطبعا الممسحة دي بتكون مارينة جدا وبتساعدك ان انت تنظفي تحت السرير والكنب وهنا معانا الممسحة المارينة جدا دي اللي تقدر ان انت تعصري منها كل المية وكل مواد التنظيف اللي موجودة عليها بكل سهولة وغير كده طرق استخدامها متعددة تقدر ان انت تستخدميها في تنظيف الجدران او دوليب المطبخ او البلاط او المرايات او الشبابيك هنا بقى هنشوف عندنا مجموعة من ادوات التثبيت اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك على الجدار بكل سهولة من غير ما تحتاجي لدبل فيز او اي اداة تثبيت وتقدر ان انت تثبتي عليها مختلف الادوات او اي حاجة انت عاوزيها وميزة الاداة دي انك لما بتيجي تشليها مش بتلاقي اي اثار لزق مكانها على الجدار بعد كده هنشوف مع بعض عندنا اداة تنظيف كرس الحمام وهي بتساعدك انك تنظفي كرس الحمام بكل سهولة والاداة دي بيجي معاها مجموعة من الكطع الاسفنجية اللي بيبقى فيها مد التنظيف بتساعدك ان انت تنظفي وتعقمي كرس الحمام وهي طبعا بتديكي افضل نتائج التنظيف اللي انت بتكوني محتاجاها وغير كده بيجي معاها حامل تقدر ان انت تثبتيها عليه بعد كده هنا هنشوف عندنا حامل للموبايل مقاوم للمية تقدر ان انت تثبتيها عندك على الجدار بكل سهولة وهنا هنشوف مع بعض عندنا الاداة اللي بيجي معاها كذا كطعة باحجام مختلفة وهي بتساعدك على فصل البزر من مختلف انواع الفكهة او الخضار اللي بيكون موجود في بزر زي التفاح او الطمر وهنا هنشوف عندنا منظم للحمام تقدر ان انت تثبتيه على جدار الحمام بكل سهولة من خلال اداة التثبيت اللي بتيجي معاه وبعد كده تقدر ان انت تنظمي به الشمبوهات او الكريمات او العطور بعد كده هنا هنشوف عندنا منظم للأكياس البلاستيك وهو بيكون مصنوع من القماش تقدر ان انت تثبتيه عندك على الجدار او جنب التلاجة وطبعا المنظم ده بيخلصك من زحمة الأكياس اللي بتبقى عندك واستردامه بيكون سهل جدا زي ما انت شايفة كده معايا بعد كده هنا عندنا فرشة وقشاطة في نفس الوقت تقدر ان انت تنظفي بيها الارضيات او استجاد او مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك وغير كده تقدرية اشاطي كل الميا والصابون من خلال الاشاطة اللي بتكون موجودة في الفرشة دي بعد كده هنشوف عندنا صندوق لتنظيم التوابل والصندوق ده بييجي متقسم لتمن خنات كده او تمن برتمانات بالشكل ده تقدر ان انت تنظم فيه الملح او الفلفل او مختلف انواع التوابل البودر او الصحيحة والصندوق ده طبعا بيجي مكوم للرطوبة بيحفظ لك اي توابل انت تستخدميها فيه بعد كده هنشوف عندنا البسكت ده تقدر ان انت تستخدميه على المكتب او كمان تقدر تستخدميه في اي مكان على الارض وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا الاداة اللي بتساعدك ان انت تعملي من خلالها كرات اللحمة بشكل متساوي استخدمها بيكون سهل جدا وبتسهل عليك ان انت تعملي كمية كبيرة من كرات اللحمة فقط صغير جدا بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم لتغزين وتنظيم البيض بيجي عبارة عن رفين وبياخد معاك تقريبا حوالي 15 بيضة تقدر ان انت تنظميه جوه التلاجة او برا التلاجة واهم حاجة في المنظم ده انه حجمه بيكون صغير يعني مش بياخد مساحة عندك خالص جوه التلاجة وهنا هنشوف مع بعض عندنا المصفة او الاداة اللي تقدر ان انت تعملي عليها مختلف الاكلات اللي بتفضليها على البخار والمصفة دي مصنوعة من الفلاز المكاوم للصدا وهنا معانا حامل او منظم تقدر ان انت تثبتيه على قدار الحمام وتنظمي عليه المناديل او ادواتك زي الكريمات او الشامبوهات او العطور ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهيته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدر تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلات طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبداياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكسبريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن ليها منخفض شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متواجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكو او تحللكو مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائز بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيلي في خانة التعليقات وهرد عليكي في قرب وقت اسيبكم في رعاية اللي